طيب الموضوع حلو ومبهج والموضوع الكبير خلي بالك يعني لا 18 مليار ايه أصبر بقى احنا هنا نرحب أولا بضفنا العزيز دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصاد الكبير وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي زكا دكتور ياهلا وسهلا حشني قد الدنيا ده أولا ربنا برك في عمرك الله يخلي ايه حكاية 18 مليار استثمارات صينية نجحنا في جذبها فقلتلي لا الموضوع أكبر وأعظم وأقوى خلينا نقول أنه وفقا للتأدرات الدولية مؤخرا مصر بتستحوز على أكتر من الربع استثمارات مباشرة في الكرة كلها و3 اربع استثمارات المنطقة اللي موجودة فيه شمال أفريق عظيم ده تمت بالفعل ده تقارير 22 يعني اللي تم في 22 متوقع يزيد بعد دي متوقع يزيد لحد استثمارات مباشرة تزيد بمقدار الدعف يعني استثمار أجنابي مباشر الحرك بتتكلم فيه 22 أو 18 وانا قلت لساعتك ممكن يزيد عن 22 بنتكلم ده استثمارات مباشرة وغير مباشرة إجماليهم كلهم يتخطى لـ 24 في العام المال الحالي العام المال الحالي يعني هيمتد فيه منتصف 24 7-24 ومن المتوقع أنه في العام المالي 4-25 تزيد هادي تزيد لستثمار الأجنابي المباشر لوحده هيزيد من 11.4 مليار دولار إلى 24.7 مليار تقريبا أكتر من السابق ده بتقديرات صندوق النقد الدولي بالمناسبة يعني كلام ده مش من عندي أو توقع أو غيره لا ده مذكور فيه تقرير الانوكتاد الصادر فيه أغسطس الماضي عن العام الماضي أنا فرق خبراءنا زي الفل إلا أنه بعضهم يحب يسمع من الخواجة فماشي فهي تقديرات كلها مبنية على الجسم الاقتصاد وهيكل الاقتصاد القاومي ده يسع ده من فرص استثمار وتوجهات الاستثمار العالمي عاملة زي يعني لو جينا وصينا على توجهات الاستثمار العالمي هنلاقي أن هي انخفضت في مجملها في حوالي 12.5% يعني 12.5% بتميل أكتر إلى أن هي تتحول من استثمار تقليدي صناعات وقطعات انتجية إلى استثمارات في البنية التحتية الخضراء والهيدروجين الأخضر والبيئة النظيفة عشان كده الكافة راقحة في أن نستقبل المزيد والمزيد من الاستثمارات الخضراء خلال الفترة اللي جاي الفترة حالية والفترة اللي جاي ليه؟ لأن مصر بزايد وقطع تشوت كبير جدا كان من الممكن أن نتأخر في عقود من الزمن لو ما تامش ده فرصة طيبة جدا وجيدة جدا لإستقبال المزيد والمزيد من الاستثمارات سواء كان في المنطقة الاقتصادية القناة السويس أو في عدد من المناطق اللوجستية اللي ممكن تستقبل أنماط من الاقتصاد الجديد بتاخد في أبعادها التحول والرقم إلى آخره من البيئة التكنولوجية الجديدة ويمكن إحنا شفنا أو ما فيش حد ماشي يعني بيمشي في أي حتة في مصر لو بيلاقي مدن جديدة صحيح بتاخد في اعتبارها المعايير البيئية اللي بتعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الأخضر وعلى التكنولوجيا الخضراء في تأسس متوقع طبعا أنه يكون فيه تنوع كبير في محفظة الاستثمار في مصر الفترة اللي جاية عن الفترة اللي فاتت يعني الفترة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم بشكل كبير عندنا استثمارات من أوروبا عندنا استثمارات أكتر من أمريكا عندنا استثمارات تميل إلى الغرب بشكل كبير فترة المقبلة احنا بنتكلم بقى على استثمار متنوح هيميل أكتر إلى الشرق في دخول الصين داخل القرى الأفريقية بشكل كبير جدا من خلال مصر يعني يمكن مصر هي البوابة الأساسية لدخول الصين للقرى الأفريقية هي موجودة بالفعل ولكن هتعزز من تواجدها في ناحية الاستثمار والتجارة وهو صياغة أطر مختلفة خالص عن اللي فاتت في ملف الاستثمار الاستثمار هياخد شكل مختلف خالص عن الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم عن استثمار أجنابي مباشر أو غير مباشر أو نوع من الشراكة اللي موجود إلى آخره اللي هو الوضع مختلف خالص في الوقت هيكون فيه شراكة متعددة الأقطاب جنسية مختلفة بالشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص القطاع العام اللي هو الحكومة والقطاع الخاص المحلي فهيكون فيه مزيد من فرص الدمج والاستحواز لشركات كتيرة يمكن وصلت في مجموعة لها أكتر من 23 مليار في السنة الفاتية يعني الإستثمار الأجنب الغير مباشر الخاص بالاستحواز يمكن تخطى لـ 23 مليار ده رقم ضخم وكبير دي كلها استثمارات واحدة من الخارج أو هي بشكل غير مباشر في مشروعات قائمة ولكن مشروع طالما هو قائم وحضرتك يعني على دراية كافية بهذه الأمور بيزيد من التوسع بتاعه وبيدي فرص أكتر للنمو وتحسن المستوى العام للنشاط الاقتصادي ككل إيه سر وراء أنه الصين خدت قرار أنها توسع من حجم استثماراتها في مصر من جهة وأنه تعتبر أن مصر هي البوابة الكبرى للاستثمارات الصينية في أفريقيا الصين دخلت أفريقيا من سنين نحي وأنا أظن أن احنا كنا بعد عن ده بشكل أو بآخر أو على الأقل بشكل نسبي نعم طب إيه اللي شجع الصين لده؟ هل هي مسألة دخولنا في مجموعة بريكس؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى أصبحت تنظر إليها الصين؟ يعني الاتنين أنا في تقديري فيه تلاتة اتجاهات لدخول الصين وأطعمقها التوابط في مصر والقرى الأفريقية تجاه الأول أنه الصين مجرد أنها بتدخل لوحدها في أي دولة أفريقية بتقابل بعض الصعوبات الصعوبات دي بتتلاشى لو دخلت مع جانب مصر ليه؟ لأنه الأفريقي أو الشعب الأفريقي عموما بيوصل على أن أي حد جاي مبارا لأنه مستعمر مهما كان إلا إذا دخل باستثمارات مع جانب مصر أو جانب من القرى الأفريقية الوضع بيختلف تماما فدي ده الجانب الأول الجانب الثاني هي بتعزز من تواجدها في القرى بشكل عام والتجاري بشكل خاص يعني عشان كده بتهتم بتعزز التعاون مع القاهرة بالتحديد عشان تقدر تدخل وتنفذ إلى الأسواق اللي موجودة في أفريقية خصوصا أنه ما عندهش مشكلة خالص أنه يخش مع الجانب مصري محلي ويفتح أسواق جديدة وين وين سوليوشن يعني طبعا يعني يكسب ويكسبنا الكل رابح الكل رابح يعني عشان كده ده الاتجاه التالي الاتجاه التالي أنه هو هنا بقى المكسب السياسي هو بيلعب على أنه مين من المنطقة رموان تلميزان مين من عنده التجارة بتعدد دولية بنسب كبيرة مين له ثقل سياسي في المنطقة عشان كده بيعزز الروابط معها بشكل قوي عشان يقدر يزود ثقل الدولة احنا بنتكلم على البريكس يعني خمس دول هينضموا ستة من أصل أربعين دولة كانوا مقدمين طلبات انضمها أربعين دولة دراكم ضخم بالمناسبة كمان في إشارة من أنه في منتدى الحزام والطريق مؤخرا الاجتماع الأخير والفعاليات اللي موجودة حضرها أكتر من 142 دولة وفود وحكومات إلى آخر ده رقم ضخم بالنسبة لإجمال عدد الدول في العالم إلى جانب كده برضو التزعزع والهزات العنيفة في السياسات المالية والتخبط الواضح في السياسات المالية والنقدية في أوروبا وفي الفدرالي الأمريكي بتحديد ده ألقى بالزلاله بشكل واضح على كافة الدول في العالم وبالتحديد في المقدمة الدول الأفريقية تأثرت وتداعت اقتصادات كبيرة جدا فيه الكارة بسبب الهزات العنيفة بأسعار الفايدة والشكل المبالغ فيه في حماية الدولار على مستوى العالم إذن المؤشرات كلها بتقول أنه فيه عالم متعدد الأقطاب على المستوى الاقتصادي مش بس أمريكا هي المتزاعمة اقتصاديا على مستوى العالم يعني ما يكونش هو بس اللي يكسب ولكن كتير اللي يكسب معه وهو مصلحته هي الأساس عشان كده بيمدي يده أنه يدخل مع الجانب المصري مدي يده عشان يقدر يخش فيه العمق الأفريقي يكسب وفي نفس الوقت النحية التانية تكون ربحانة عشان كده بنلاقي أنه الأمر مختلف عن الأول يعني لو رجعنا العقوبات الاقتصادية الأمريكية على عدد كبير من الدول فيه العالم بشكل كبير لأنها يكسب تبقى مباشرة بتستهدف وزرات بتستهدف بعض المؤسسات الاقتصادية الكبيرة بتتعجز الدول ويمكن أبرز مثال الروسيا والعقوبات اللي حجبت النظام المصرفي الروسي عن العالم الصين واخدت تجاه تاني خالص الصين واخدت تجاه أنها توزع ثلاثة الإمداد بتاعتها في كافة أنحاء العالم في الأماكن اللي بيعدي منها معظم التجارة وتيجي هنا في المنطقة بتبرز دور مصر بشكل كبير عشان كده فيه استثمارات صينية متوقعة أنها تزيد خلال الفترة اللي جاية شراكة متعددة يعني هنلاقي شراكة صينية في جزء منها كمان داخل أوروبي أوروبا برضو رغم التنافس اللي موجود ورغم أن هم عندهم مبادرة مبادرة البوابة للإستثمار يعني عشان تفتح أبواب جديدة للإستثمار إلا أن هم شكل كبير عايزين يستهدفوا برضو تعاون مع الصين عشان ما يخسروش وعشان ما يفقدوش جزء من الأسواق بتاعتهم في المنطقة وفي أفريقا طيب إمكان هيبقى عندي سؤال واحد بس حتى بستأذن زملائي فيه وهو سؤالي الأخير هل مسألة أنه طريق التجارة الذي نعلمه واللي بيعدي منه أظن من 13% إلى 14% ألا وهو قناة السويس 14% إلى 14% من حجم التجارة العالمية زائد تعددية معاونات لو صح تعبير هذا الطريق أنا بتكلم على قناة السويس لكن كمان بتكلم على خط سكة حديد بيربط ما بين طابة والعريش بتكلم على خط سكة حديد يربط ما بين العين السخنة ومينة الدخيلة وأظن فيه خط كمان بيربط أقوى عندنا كده كده مينة العريش مينة برسعيد ومنظمهم ربط وما إلى ذلك زائد وده برضو سؤال يعني جزء من السؤال البناء المصرفي أو الهيكل المصرفي المصري وقدرته على التعامل في ظل الهزات الاقتصادية أو الهزتين الاقتصاديتين الكبريتين خلال الأربع سنين اللي فاتوا هل دي عوامل ساعدت في مسألة جذب الاستثمارات الصينية من جهة أي شرقا أو جنوب شرقا والاستثمارات الأوروبية من الشمال؟ بكل تأكيد إحنا لو جينا رجعنا ملف المنطق الاقتصادية في مصر هنلاقي أنه فيه تدفق لرؤوس الأموال الأجنبية بشكل كبير أو الاستثمار الأجنبي المباشر فيه من روسيا ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن الصين فيه مناطق كتيرة جدا في الجمهورية ده مؤشر على أنه هناك رغبة حقيقية من الاستثمار ومن ملف الاستثمار الأجنبي في العالم إلى تواجده في المنطقة اللي بيمر منها 13% من التجارة العالمية زي ما حركتها فضلت ومرشح للزيادة أنه هو يصل خلال 10 سنوات اللي يبقى 30% أو 33% فإذن الشركات العالمية العلامات التجارية الدولية خدت من اللي حصل في أزمة كورونا وحالة الإغلاق الشديد من أنها يتوزع كافة سلاسل الإمداد في الأماكن اللي بتمر منها التجارة الدولية عشان ما تعطلش لأي سبب من الأسباب اللي موجود ده جانب الجانب الثاني هو التنوع أو يعني خلالي رصانة الجهاز المصرفي والثقة للنقدي اللي الدولة بتتمتع به ده يدينا فرصة أكتر وده من خلال حضرتك يعني فيه مبالغات كبيرة جدا وجديدة جدا على الصرف الأجنبي مش في محلها صح يعني مش في محلها لو هنقسها فعلا هنلاقي أنه الدولار 22 23 25 في أعلى تقدير السعر الحقيقي فيه أكتر من وكالة ومؤسسة ملايك كبرى تكلمت في ده حتى في الربع الأول والربع الثاني من هذا العام بكل تأكيد فمن الممكن أنه يعني ليلة وضحاها ما بين عشية الوضحاها يعني تتقلب الآية ويحصل ما فيه الأمور أمور ونلاقي الوضع يختلف خالص يعني الأمور كلها مطروحة مطروحة بشدة جمان خصوصا أن العالم بيعاد تشكيله مرة تانية العالم كله بيعاد تشكيله مرة تانية مش النهاردة بتأسس ليه من أكتر من عشر سنين يعني وإحنا لعب أساسي فيه يعني قطعنا شهود كبير جدا فيه ملف الاستثمار والاقتصاد بشكل كبير يعني إحنا لو بنتكلم على المشروعات اللي تمت أو الخطط اللي موجودة والدولة مأسسة ليها واشتغلت عليها وجهدي كبير جدا ليل ونهار شغالين عليه ما كناش هنقدر نعمله حتى لو بعد عشرين سنة في الظروف للأسف الحالية اللي احنا بنشهدها الآن ترجمة نانسي قنقر